الجدي متقلم يا جماعة ولا انا حسان منطقة الكروت ان شريك الجدي يعني مش شخص معندوش عاطفي مش شخص عاطفي اوكي شخص جدي شخص عملي هو كده معندوش دلع معندوش الحاجات دي فالموضادة مؤثر على الجدي شوية نفسه في نهاية قلم متقلم من الموضادة ونفسه القلم بي انتهي نبسه في طاقة جديدة يعني تقريبا الموضادة خلص طاقته مش حاسس بمشاعر مش حاسس باهتمام شيء من هذا القبيل شايف شريكه ازاي شايفه اما انه هو عندو سر او انه هو شخص متدين جدا كويس الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يتدين اكتر ووضح انه هو متدين فعلا عايز يتدين اكتر عايز يقرب من ربنا اكتر ويقوم بعباداته اكتر واكتر نفسه في ايه شكله مستني فلوس او مكافأة اقول اوكي مستني فلوس من حد مستني مكافأة ما هو واضح انه هو فعلا تفكيره كله دين مادة يعني اوكي دي الحالة بتاعت شريك بس هو شايفك ازاي بقى شايفك عشرة طويلة او يحد قريب منه جدا ويعرفه من زمانه وما بيشوفش منك غير كل خير الطاقة ما بينكم فيها جمود فعلا هي الطاقة جاملة واضح ان شريك شخص يعني مش مارن مش شخص عاطفي مش رومانسي عملي اكتر شخص عملي اكتر طيب الفترة دي في شوية اضطرابات اضطرابات نفسية على اضطرابات بهنية انه مش حلو بس في حاجة هتحصل يعني الكارت دا للناس اللي علاقتهم ما وصلتش للجواز دا اتمام زواج الناس متجاوزين دا حمس دا ولا دا ويعني عندهم مولاد وخلاص مش هجيبه لكاني فلا في ارتباط قوي انتو حبك ويمكن مش وايخد شكل الرومانسي اللي كان الجاذب يتمنى او المعاملة اللي هو كان نفسه يتعملها لكن حبك وغير مشهود يعني مش لازم يعملني كذا عشان احبه من قصدي ايا كان شكلك ايا كان طبعا فشريكك بيحبك فده حب غير مشهود حاجة حلوة جدا بس انا عايزة الجاذب او شريكه ايا كان اللي عنده شخص قريب منه هزا البورس دا او الكائن استحلية صغيرة دي دا شخص قريب منك وبينصحك مصائح هدامة هدامة واحنا عالكين طبعا النصائح دي ممكن يبقى شكلها عامل ازاي اه وبيعملك كده ليه هو بيعمل كده ليه هو ليه مش بيعملك كزا وهي ازاي ما بتعملكش كزا الكلام بقى اللي بيقوم الدنيا ما بيقعدهاش دا فانتبهوا دي الشخص اللي جنبكم دا اللي عامل ايه هماني يزنفوا دا مكم طيب طيب حلخص القرية الجدي نفسه في نهاية قلم حيث ان هو متقلم عايز طاقة جديدة لان طاقته خلصانة شايف شريكه اما ان هو عنده اسرار او ان هو شخص متدين جدا شريكك عايز يتدين اكتر وعايز يقوم بعبادات اكتر ومستني مكافأة عايز مكافأة او فلوس مستنيها من شخص كبير شايفك شخص مألوف جدا بالنسبة له وعشرة وما بتقدم لهش غير كل خير الطاقة ما بينكم فيها صلابة فعلا طاقة صلبة في شوية اضطرابات الفترة دي بس ان شاء الله في حاجة حلوة قوي والدنيا حكيين الفترة اللي جاية بس عايزكوا تنتبهوا انه في ناس ما بتسبق تشوفكوا كويسين فيبتدوا يزنوا في دماغكوا تاني يعني بلاش تقولوا اتصالحتوا الدنيا مشت كويس ما تقولوش يعني بلاش مشتستغيلوا حاجة يعني طيب دي قروعة المجموعة الثالثة والاخيرة الحلة العطفية ابصت كده عارف امرأتك انا جانت ابيك في مشاعري ايوة كده يا سفيناز ايوة كده ده حتى اطلع لكم كانت بيقولكم ولا يفرق معاك وانتو عندكم طاقة قوة خوي جدا ان الشهر ده اللي يجي يجي بقى فهم ما هو يا اهلا بالمعارك يعني ولا يفرق معاك طيب مرسيا وليمو صح يا روي مرسيا صفيناس بتبتت صباحك فل يا حديمة صح كده بشكرك هوب هوب صح كده بشكرك يا موكا بشكرك يا محمد اوي الاسد بتقالي يا كنوز موجود في الصفحة لا بص يا سفي نظر انت يا حبثي لا تبقي حامل نشوه انت يا روحي نشوه برج الحوت اهلا ميكي حليمة منورني من الجزائر الحوت موجود في الصفحة صحيح جدا كلتي بشكريك يا شايمة حبثي بنستي قوي الاسد موجود في الصفحة يا منالي طيب دلوقتي معاد القراءة المجانية اللي كسبت معانا اللايب اللي خات وهنشوف مين هيكسب النهاردة البنوتة سين الف تاريخ بلادها تسعة وعشرين واحد تسعة وتمانين يصغنن انت يصغنن طيب حلو جدا اه تتتا اوكي الدلو ورجعها الدلو ماشي مرتيعة تعليقات كل حلوة يا جماعة بالنسبة للقراءة واسفة للناس لانا خوفتها اسفة يعني كشك تتوني في نفسي وبتتا قول لا مش هقول الحاجات السلبية بس يعني مش منطقي مش منطقي مش منطقي ان انا اعمل قراءة واعد اقول لكم كل حاجة هتبقى كويسة كل حاجة هتبقى تمام ومناخدش حذرنا من حاجة جاية والله اعلم وكذبت ملجمونا ولا وصدقوا وكل انا بقولوا دهاري ماشي بس عشان الناس اللي بتتحمق بالموضوع انا بموت في اللون الاسودية محمد بس بحب البنفسيجي اكتر لوني مفادل البنفسيجي بس لأسف ما بيلي اش علي طيب ناخد القراءة الخاصة المكانين اللي كانت معنا هنقرأ جنرل بعدها هنبتدي نقول نسحب ترت واحد للأسئلة اللي انتوا عايزنا تمام؟ اوكي نقول له صحب بسي يا فرح قوي حبيبتي بشكرك 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 اها ده اللي لازم يطلع له كاسدة لازم لازمن ولابد طيب ممكن احمد هي معنا في اللايب؟ مرسي يا مارمار لو هي معنا في اللايب معلش يعني مش عارفة انا هقرأ وخلص انا هقرأ وخلص طيب في هنا خير جاي جاي لك يا سين الف حاجة اشتغلت عليها قبل كده خرع ما نسيه في حد زمان بيرجعلك دلوقتي حاجة ان شاء الله خير جاي لك و جاي لك بسرعة عشريدة جدا ده تمام رزق وفلوس جاي لك من حيث وليت تحت سبي ومش شرطة تكون الرزق فلوس ممكن يكون رزق حاجة تانية ممكن يكون سعادة رضا حب حاجة رزق ربنا هيبعتك هداية فيه هداية جاي لك مبلغ مالي بحيارك مش عارفة تعملي في ايه ادعه اصرفه واستنى من فضلك استني ما بلاش تصرفي في حاجة غير ما تكوني فعلا محتاجاها لان انا مش شايفة تطور في الحالة المادية انا شايفة مبلغ مالي يمكن يكون جاي لك بس مفيش تطور في الحالة المادية يعني لو تقدري تحول شي يحول شي king of swords ده طبعا كعادته هو القائد قيادة قائد مسيطر هو بيبقى شايف نفسه دايما هو الصح اصح حده اصح التفكير اصح كل حاجة انا مش مع الموضوع ده تماما بلاش باردو نسمع للناس اللي حوالينا بلاش الثقة الزيادة في النفس لان عاقبها مش كويس في هنا high priestess زي ما قلنا الكارت ده ان هو فيه سر هيتعرف عنك او انت تعرفي سر عن حد في كنت الحالات السر ده الله اعلم الموضوع ده زاد الليل فترة دي فيه علاقة ثلاثية برضو فيه حد فيه عنده اثنين فيه طبعا هنا جرح شديد شديد زعل اعلم شديد جدا 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 بس ازاي التحول ده انا شايفها بعدها خطوبة خطوبة هيحصل زواك خطوبة وهيحصل زواك ازاي ما تسقينيش يعني بص انت نطيتي منين لمنين يعني هنا قلب مجروح بعدها على طول خطوبة وزواك يعني يا رب ما يكون اللي في بالي وبتحاولي تنتقني وتخذي اي حد وخلاص يعني لو حابة نتكلم ابعتلي ع الصفحة ونتكلم ونشوف الدنيا فيها ايه غريب جدا اللي حصل ده يعني انا مش فاهمان عموما في خير ان شاء الله جاي زي ما قلتلك في رزق ربنا بعتهولك من حيث ولا تحتسب بإذن الله في مبلغ مالي انت محتارة تعملي في ايه ونصيحتي بيكي احطافي زي بي اه ايه كارت بيطلع لبدال وهو ده king of swords king of swords قائد ده قاعد على العرش وهو اللي بيحكم بيحكم ويطاع وعنده قيادة جمدة جدا ما ينفعش ينقاض زي ما قلنا ده سر بيتعرف سر بيتعرف هتكتيش في حاجة هتتكشف عندك الله اعلم بس ان شاء الله ان شاء الله خير انا شايفة في النهاية بعد السر ده هتكتيش في علاقة سلسية جرح بالجرحي طبعا بس انا شايفة بعدها خطوبة وبعدها زواج الله اعلم ان شاء الله خير ان شاء الله خير طيب احنا خلصنا كده حتى القراءة الخاصة تعرفوا ان نسحب كرت واحد للاسئلة بتاعتكو حبيبي اللي عنده سؤال يخص برج الجدي او اي برج تاني تفضل ان شاء الله ان شاء الله القصة قال يا رب سلام موجود في الصفحة إليه فكرة قريب جدا ملو برجة جدا جدي يا اميرة 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 اقول الجدي خلصت الجدي لو فاتك حابثي مفيش مشكلة شو فيه مسجل على الصفحة العقرب قريب اوه حاضر ولا بالاحلام حاضر ايه خموس عليكي دي خنسة يعني مرسية ليلى تسلميلي يا روحي القصة في ارتباط رسمي لأ حاضر يا هلايات نشوف ياس اساس للشيء ان شاء الله في ارتبط رسمي غيره سهم ابعتيني على الصفحة حبيبتي ما ارد عليك يا حاضر ان شاء الله انتم هتلاحظوا انه في برضو تحسن في الرد على الرسالة ان شاء الله لان الصراحة الواحد انا ولاء مستحيل كنا نقدر نغطي هذا العدد بسم الله ما شاء الله ربنا يزيب لي للك ليك يا عمالة شير في تمامينة واني 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 ليه بس كمية حرام عليك كده طب قليلي ايه سؤالك يا ايماني قليلي حبيبتي تعاين مش لي اروح قلبي على الشير بس يعني مش عقلبي اعزبي كده الشير بالتمانين شير بتستميل يا روحي شفت انا كدرة كنت خايفة منه واللي هتقوله بيه ده طب انا اعمل ايه حبيبتي والله عملت تصويت والجد دي هو اللي كسب انا كنت عايزة اقرار العقرب والله انا مكنش العايزة ازاي الاخرى بتبينه بس ما فقر انه هو العقرب بكرة واله اسمه ايه واله اسمه ايه ده العزراء بعدين مش خليه اخر برغة مش هسمح مش هسمح بداية دويه طيب في اي اسئلة انا وجوزي احنا الاثنين ليه يا ايماني مال وجوزي تب الموضوع الراجل عاد في حاله عافية روين 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 عادة محمد محمود اسامي دي يا جماعة صبع وي انا الحوت حبيث يحوا تنورت في الصباح الجاد دي من كاملة كام الجاد دي حبيبيه من 21 ديسمبر لحد 20 يناير يلا فكرة الاسئلة بسرعة قدامي خمزاق كمان طب مزيدة فقرات ريد العقرب يا داليا حنقوله بشكل مفصل وهنقول كل حاجة خلاص بعد بكر عقرب خلاص يعني ده قرار جمهوري العقرب بعد بكر خلاص خلاص هنرجع لبعد ماشي تعيي نشوف بسم الله انا شايفة سعيدة انا شايفة رضم رجوع بقى او مش رجوع فانا شايفة رضم فلو كان الرجوع يرديك لو كان كده يرديك فان شاء الله في رجوع ان شاء الله فيه ارتباط بين انس الجاذي ورجل الدل بص يا حبيبي انا شايفة يعني هو هيحصل بالاخر فيه خبر حلو بس فيه هروب في الاول فيه حد بيهرب يعني فيه طرف منهم بيهرب يلا ايه سؤال تاني طيب نشد كارتر لصحة في الجاذي لانا ما ظهروش اي حاجة تدل على الحلة الصحية بتاعته ايه سؤال الاولاني بسم الله الرحمن الرحمن نسيت كان ايه سؤال الاولاني طب انا هسيت كارتر هنا على جلب اه استحى استحى كارت استحى ان شاء الله حلوة جدا 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 ان شاء الله دلو هتحصل له مشاكل ولا هيبقى على حاله وفيه مشاكل ولا يعني دلو نشوف بسم الله الرحمن الرحيم اوه دير جال فيه مشاكل ومشاكل مأثرة على نومه وحياته وحالته بالبلغ بس ان شاء الله ما فيش حاجة بتدوم سوري سوري انا بخاف قوي من ما بحط الكارتر واحد دي بخاف بقى حايل بخاف ايه سورة تانية الحالة المادية طيب نقول الميزان الحالة المادية للميزان هو خايف من الحالة المادية مش شايفة فيها تطور حبيبتي انا شايفة مخاوف خايف الحالة المادية بمقرقات معلش ان شاء الله ان شاء الله هتصبر واشكرك يا مان حبيبة قلبي اللي متبعيني على طول نفسي اه ادالو هتخلص مشاكله ولا ايه هو وضح فعن ادالو في مشاكل ليه يا حليمة ليه بس بتقول ليه حرام عليك ليه بس يا ماما ادالو هتخلص مشاكله هتدور عدلة الحظ جويله فورتين ان شاء الله ما شكله هتتحل باذن الله ابدوني ايه اسئلة تاني طيب يا داليا دي حنقولها في يوم العقرب بعد بكرة حبيبتي لو انت مش متابعة صفحة اعمالي متابعة عشان تشوفينه طيب بالنسبة لموضوع القراءة المجانية ده احنا بنختار يعني ممكن يكون اكتر من حد عملوا نفس الاماونت من الشير فهي فيها حظ شوية معلش يعني حد ما كتبش المراضي باذن لا يكتب المرة اللي جاية اشتركوا في القناة